بعض الناس يرى في ملامة رؤية في فلان في فلانة وبينهم مشكلة بينهم عداوة فلما يرى هذه الرؤية ينتظر من المعبر اوه مشوي لك عمل اوه مشوي لك انتبه خطر ان المعبر يأخذ بوقاع غير الحال ويترك الرموس او يهتم لكلام صاحب الرؤية وينسى الرموس خلاص يصير يبني على الحال ويترك الرموس لا الحال مع رموس ضرورية هم بقاونه ببعض فلانة من الناس شوفوا النقطة اللي بينه وبينها مشكلة وقالت لي قبل ان في مشاكل بينهم يعني لو اخذت الرؤية كذا على طول ان بينهم مشاكل ونسيت الرموس خطأ كبير وبينزل التعبير خطأ ممكن تصير زديد المشكلة مشكلة وممكن اوهمها وهذا خطأ كبير تشوفوا النقطة ادخلت غرفتها غرفت صاحبة الرؤية وقلت قلت لكم معاني ويش في غرفة انها تدل على الحياة الشخصية من معانيها ورمت على سريرها وسرير نفس الشي الحياة فهين يعني رمزين يدلون على الحياة الشخصية حياتك الخاصة سريرها اسرار سرير اسرار حياة خاصة رمت شعر وعلمتكم سابقا ووش معاناته شعر من مشاعر ها شعر ومن ضمن الشعر حشرة نقول فلان حشري هذا معانا النقطة تدخل في حياتها ادخلت غرفتها دخلت حياتها سريرها رمت مشاعر كلام الصواب اذا شفنا رؤية نقول رؤية فقط ما نجيب مشاكل ما نجيب بيني وبين فلان مشكلة او شيء الا اذا سألك المعبر لان المعبر ما سمي معبر الا انه يعبر من الرؤية الى الواقع او الى حقائق او الى الرموز والمعاني والى الدلالات اللي تدخل على مستقبل او على حال او على ماضل اما المعبر اذا تبين له من الرؤية شيء فينصح ويذكر ويعيظ بستر ها وبكلمة حسنة الموعظة فقط اه كما كان يوسف عليه السلام لما وعظ ونصح الثنين الفتين اللي اسألوها عن رواهم قال يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطة فنصحهم وعظهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى ثم عبر لهم وبعد هذا يكون الستر عسر الله يشترنا وياكم بستره ويجملنا وياكم بستره وفقنا للدلالة عليه ليعظم الله وليعظم الله وليحب الله لنكم مفاتيح الخير مغالي قالش